فهذا هو معنى أن القرآن الكريم حين يُبضل الظلم وحين ينعى على الظلم يثبت العدل خاصة وأن الله سبحانه وتعالى يعني نفى عن نفسه أنه ليس بظلام للعبيد وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم فهو نفى عنه الظلم في أكثر من آية وما ظلمهم وما ظلمناهم وأن الله لا يظلم الناس شيئا شوف شيئا نكرة في سياق يعني ولا زرة ولا زرة تعم كل شيء فالله سبحانه وتعالى يعني قرر هذا بما يعني أنه العدل بما يعني أنه العدل إذن ربطنا فضلت الإمام ما بين اسم العدل ومعنى اسم العدل والمشيئة الإلهية أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء فيما يملك نعم طيب ما العلاقة بين المشيئة الإلهية والعدل الإلهي؟ شوف يا سيدي يعني الله سبحانه وتعالى له أفعاله في العباد ومقاديره تجري كما أراد منها ما يعني يتصور الإنسان أنه أذن وضرر له ويتعامل مع هذا على أنه ليه يا ربي وأنا أعملت إيه وليس يحصل دائما لكن هو ما بيفهم شي حاجتين أولا أن يعني الله تصرف في ملكه وإحنا قلنا ما حكم من حكم في ماله ما ظلم فما تقدرش هو يتصرف في ملكه وأنت أحد يعني مش حاضرتك لهذا الشخص وكل الناس أنت ملك فحين يتصرف في ملكه هو إذن لا يلام ولا يقال إنه ظالم أو لا يتأفف من حتى مع الذين يصبرون فإذن عندي مبدأ وهو أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه وقلنا إن الذي يتصرف في الملك عادل مش ظالم حين نقول ليس بظالم بالضرورة هو عادل لأن الواحد ظالم يعادل لا فيش وسط طيب هذه مقدمة يجب أن نفهمها المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أثبت أو ثبت له العدل في القرآن الكريم عن طريق أنه نفى الظلم عن نفسه وليس لم يكتفي بأنه نع على الظالمين وعلى الظلمات بالعكس أيضا نص على أنه ليس بظالم إنما يستحيل أنك أنت تصدق القرآن وأن الله قال أنا لا أظلم ثم لما تصاب بضرر تشعر بأنك مظلوم ده تناقض فإذن الآيات التي وردت في القرآن تنفي والله صريح صرح وما ربك بظلم نشوف لظلم وظلمناهم وظالم كل ده نفاه قال أنا مش كده سبحان الله وفي المقابل لم ترد كلمة العدل إطلاقا منسوبة لربنا سبحانه وتعالى أقوى من أنه يذكر العدل ويمشي طبعا طبعا لأننا العدل ما يهمناش إثباته بقدر ما يهمنا التأثر بضده طبعا بضده اللي هو الظلم آه طبعا فهذا ثانيا نقول حاجة أنه حكم في ملكه ثانيا أننا آمنا بأنه لا يظلم ولا مثقال درة ثالثا طب نعمل إيه بقاف اللي حصل لنا ذا اللي حصل لنا ذا إذن يفهم على أنه مقدور إما للمصلحة بحسب ما قال الشيء طبعا وهناس كثير تظنوا ظلم في الأول ثم بحسب ما قال الأمور بعد ذلك يعني يكون عدل العدل وفوق العدل كمان